اشتركوا في القناة استمع عليه بعلاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة منوها بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري واستمع وزير القوات المسلح البريطاني لإجاز عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها ووحداتها العسكرية المختلفة والإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعا حضر اللقاء سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ومن الجانب البريطاني الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع بالمملكة المتحدة للشرق الأوسط وسعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين